كورة القدم قدمت لنا توائم كتير في عالم المستديرة ولكن توقم حلقتنا النهاردة شبه بعض جدا لدرجة انك بتعرفش تفرقهم عن بعض وكانوا عاملين قلق كبير جدا في الدور الانجليزي والصحافة والاعلام الانجليزي كمان حتى زمايالهم ومدربهم كانوا بتلغبطوا فيهم يلا بينا نعرف هم مين اللي في الصورة دول توقم برازيلي وكانوا عاملين قلق جامد قوي في الاعلام الانجليزي الاعلام الانجليزي كان دايما بيحتار فيهم رافاييل وفابيو دا سيلفا مين فيهم رافاييل ومين فيهم فابيو ده السؤال اللي كان بيسأله كل الناس في انجلترا وقتها التقوم كانوا بلعبوا في الدور الانجليزي في منشستر اونايتد ومش بس الاعلام اللي كان محتار ما بينهم كمان كل لعبة البريمير ليج كانوا بيجدوا صعوبة كبيرة في التعرف عليهم بسبب الشبه الكبير جدا اللي بينهم لدرجة ان فيها حكا متلغبط ما بينهم وعطى كارت اصفر لفابيو بالغلط بدل ما يدي الرافاييل بعد ما اختلط عليه الامر تماما ومعرفش يفرق ما بينهم كانت مباراة منشستر اونايتد في الكاس وفي ديئة 83 حصلت المخالفة منشستر اونايتد عدى الموضوع بالحب كده علشان عارف ان الحاكم اختلط عليه الامر ولكن حذر من عدم تكرار الموضوع في المستقبل بعد كده طلع الحاكم بدافع عن نفسه وقال ان التوقم شبه بعض بالزبط كمان لابسين ارقام قريبة جدا من بعض واحد لابس رقم 20 والتاني لابس رقم 21 كمان اللي اتنين كانوا قريبين جدا من بعض وقت المخالفة فالحاكم حصل له ايرور في دماغه فطلع الكارت الاصفر للي لقاه قدامه وكان وقتها فابيو لعب التوقم مع منشستر اونايتد لمدة 23 سنة وقتها بقى كان منشستر اونايتد متصدر الدوري وحاجة عظمة جدا ايام السير الكسي فرجوسون والايام الجميلة دي وجاء اليوم يا بوكبات ان التوقم يفترقوا عن بعض رحل فابيو الى كوينزي بارك على سبيل الاعارة اما رفاييل هو اللي بقى مع منشستر اونايتد طبعا ده خبر سعيد جدا لوسائل الاعلام في انجلترا علشان ده هيساهل عليهم ان هم هيعرفوا يفرقوا ما بينهم ولكن حصل موقف غريب جدا في الجولة 25 من الدور الانجليزي وقتها في موقف حصل رجع لحيرة تاني لوسائل الاعلام في انجلترا صحيفة دلمين الانجليزية قبدت استغربها من رفاييل لعب منشستر اونايتد لانه كان لابس جزمة كورة مكتوب عليها اسم اخو فابيو في نفس الوقت اللي ظهر فيه فابيو في اليوم نفسه مع فريق كوينزي بارك كان بيلعب نوريتش مع العلم ان المباراتين اتلاعبوا في لندن في يوم واحد وتسألت الصحيفة وقتها عن مين كان بيلعب مع مين هل لعب رفاييل مع منشستر اونايتد ولا فابيو اللي كان بيلعب وكانت قصة الجزمة دي محيرة جدا وقتها في انجلترا التوقم البرازيلي ظهروا اللي اتنين بشكل ملفت جدا مع منشستر اونايتد ولكن رفاييل اللي فرض نفسه وكان بيلعب اساسي دايما في حين ان فابيو كان بيقعد كتير على دكة البودلاء وعلشان كده اختار ان هو يخرج اعارة لكوينزي بارك وبقى من اهم ركائس كوينزي بارك الاساسية وكان بيلعب بشكل مستمر كمان مدربه وفرجسون نفسه كان بيتلغبط ما بينه وكان بالعافية بيعرف يميز ما بينه فرجسون كان معلم فابيو بخاتم الزواج كان لابس ديبلا يعني لحد ما رفاييل هو كمان اتجوز ولبس خاتم زي اخو بالزبط يخرج بيوتكو ده انتوا قصدين الموضوع بقى لكن التوقم اكدوا في اكتر من لقاء صحفي انهم مخدعوش السير ولا مر لانه كان بمثابة والدهم بالزبط انتوا ايرايكو في حكاية التوقم دي هل ممكن يشوف توقم تاني بنفس نسبة قرب الشبه كده ولا لأ اكتبولي في التعلاقات هتابع كل التعلاقاتكو وهرد عليها سلام